حقم أو تراجع عديد من الدول المانحة عن دعم خطة الاستقابة الإنسانية خلال الثلاثة السنوات الماضية وكذلك النقطة المهمة هي جدا هي التدخلات من قبل الميليشيا في حقم ومنع وصول المساعدات لقطاعات سكانية كبيرة داخل المدن التي تسيطر عليها وكذلك المدن التي تحاصرها وكذلك التدخل في عمل المنظمات الأممية والسبب الأخير كذلك هو عدم التقييم الحقيقي وانتشار الفساد خلال السبع السنوات الماضية منظومة الإنسانية التي تقدم المساعدات داخل اليمن بحاجة إلى يعادة التقييم الحقيقي وبحاجة إلى مراقعة قادة وإشراك الحكومة في هذا القانب وعمل برامج تنموية للاستفادة النازحين سواء كانوا النازحين المتلقي البسيط من المدنيين أو من المواطنين يجب أن يستهتفوا ببرامج تقعد منهم أو تستثمر قهود النازحين والعاطلين للإنتاج وعدم الاتكال على السلال الغذائية حتى يكونوا منتقين وليس متلقي اشتركوا في القناة